المصالح المشتركة بين الحزبين الرئيسين الديمقراطي والاتحاد الوطني الكردستانيين أكبر من المناصب رد دبلوماسي من أعضاف الاتحاد الوطني الكردستاني يكاد يختصر أزمة علاقة الطرفين التي تولدت عاقبة ترشيح برهم صالح لرئاسة الجمهورية وتسنمه المنصب في نهاية المطاف على حساب غريمه مرشح الديمقراطي فؤاد حسين فالعملية تمت بحسب رأيهم وفق الأطر الدستورية والمعايير الديمقراطية لا أعتقد أن هناك عوامل ستؤثر على هذه العلاقات وأعتقد أن في الآخر المقبل سنمضي في حوار مع أي جهة تريد أن تحاول الاتحاد الوطني الكردستاني حول هذه العملية حثت في الماضي الاتحاد الوطني الكردستاني لا يتنازل عن حق الانتخابي ولا يتنازل عن العملية الديمقراطية ولم يحدث شيء حتى تصبح تنازلات هناك تنازلات الرد الذي وعد به الديمقراطي الكردستاني حيال ما آلت إليه قضية الرئاسة لم يصدر وبانتظار الرد أكدت مصادر من المعارضة الكردية أن القضية باتت لعبة تجارية بين الحزبين وقد عكست بوضوح صورة الحزبين الحاكبين على حد وصفهم نحن ننظر إلى ما يجري بين الديمقراطي والاتحاد وكأنها تجارة وليس السياسة وهذا ما دعا بحركة التغيير إلى النأي عن التصويت خاصة وإن لدينا انطباعا أن المرشحين غير جديرين بالمنصب مواطنو أربيل انقسموا في نظرتهم لتبوئ برهم صالح لمنصب رئاسة الجمهورية البعض يعتبر ذلك إنجازا وطنيا وقوميا للشعب الكردي فيما يؤكد آخرون أن صالح لم يكن جديرا بالمنصب في ضوء تجربته السياسية الأخيرة وأطماعه بالمناصب أي سياسي يبيع مبادئه لا يصلح أن يكون رئيسا لدولة فمن غدر بحزبه سيقدر بالشعب مستقبلا حسب رأيي إن أي سياسي كردي يحصل على المنصب هو فخر كبير للشعب الكردي وسواء كان الدكتور برهم أو غيره فهو بالنسبة لمفخر وطنية يوسف المندلاوي الحرة أربيل